اشتركوا في القناة 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 أول ما دخلت الجامعة سأقول جامعة بدل ما أدخل على أول محاضرة رحت على غرفة الموسيقى عنده أستاذي أمين خليفة وهو بدأت درّبني سمع صوتي عرف أين ببداع بصوتي و أين مكانه بدأت تطورني على هذا الشيء و الحمد لله رب العالمين و هين شاركت بنجم الأردن شكرا لك أنت أدائك كان كثير مميز و كمان يعني أثريت مسرح نجم الأردن و كان في تفاعل الجمهور كثيرا بصرف لإلي طبعا أني أنا أغني على مسرح زي مسرح نجم الأردن على قناة رؤية يا سلام عليك يا بلال لازم صوتوله يا بلال صوتوله هو و كل المواهب أكيد المتاهلة لنصف نهايات نجم الأردن ميشو يا ميشو خبرنا لحد اليوم كيف كانت تجربتك بنجم الأردن و قدي بتحس إنه المنافسة خلينا نقول إن كان صعبة لبعض المواهب لأنه بتنافسه بالصوت ولكن أنت اللي بتعمله مختلف بالضبط في البداية أحب أحكي صباح الورد و أحب أحكي صباح من الفؤاد مع أرهف المشاعر و الإحساس لإلكم لرؤية و لكل الناس يا سلام يا سلام طبعا إحنا كبداية كانت معنا أول شيء كانت أول شيء كموهبة كانت معي بالأساس من صغري كانت اللي هي كحب يعني كنت أشوف والدي اللي هو مدربي بنفس الوقت كان يعطيني إياها الحركات كذا أشوف يعني تبهرني يعني كانت تبهرني كشخصيا و أشوف إنبهار التان الآخرين يعني أصحابه وأصدقائه بالموضوع هذا فأخذت منه و بلشت أطورها بعدين بلشت أخذ منه الطرق معينة كيف أعملها كيف هي يعطيني الأخطاء اللي عندي بتعرف كأي مدرب بحب يعطيه و كمان لما يكون ابنه فبعطيه نزا بيحكوها كل إيش عنده من قلبه آه بغاوز فبلشت فيها كهواية طبعا أنا أريد بغني و كمان بلقي شعر بس حبيت الخدع السحرية اللي هي خدع فعلا حب نحكي إنه خدع مش سحر لأنه كتير ناس بتخربط بين سحر و خدع لا هي عبارة عن خدع حتى الخدع الكبير اللي بتكون موجودة بالتلفزيون بشوفوها لها سحارة عالمين كلها عبارة عن خدع بس إلها طريقة تكون مخفية عن العقل يعني هي بطريقة ملتوية أو طريقة سرعة أداء قطعة يعني أكثر من طريقة بحيث إنه تظهر في النهاية كحقيقة بس هي في النهاية خدع فبلشت فيها كهواية عجبتني بلشت فيها كشغل بعدين طورناها كشغل بعدين دعمت الشغل خلال مدربي و والدي بنفس الوقت طور الشغل بحيث إنه صار معانا أكثر من موهب بنفس الفرقة والحمد لله صارت هي شغلنا الأساسي يعني مضطلت إنه كهواية أنا أوريدي مهندس إلكترونيات بس ما اشتغلت بشهادتي بس بصراحة حبيت الفن أكتر كمجال وكإنبهار وكإنبساط الناس خليك مع الفن مع الفن أقوى مع الفن أقوى ماذا بنا بالهندسة؟